في الولاية الشمالية بالسودان تحديداً في مدينة النروي يبدو المشهد متوتراً وقد يأخذ البلاد إلى هوية العنف عقب الحشود الأخيرة لقوات الدعم السريع التي قابلها الجيش بتحرك مماثل المدينة الواقعة على الضفة الجنوبية للنهر النيل تحتوي على مطار دولي وإحدى أهم القواعد الجوية للجيش السوداني التوتر الذي تشاده المدينة جاء بعد حشد قوات الدعم السريع قرابة مئة آلية عسكرية تحديداً في محيط القاعدة الجوية جنوب المدينة أمر دفع الجيش السوداني إلى تحشيد قواته في القاعدة الجوية ومحيطها الجيش السوداني اعتبر تحرك الدعم السريع مخالفاً للقانون ويضع البلاد في منعطف وصفه بالخطير والتاريخي لسيما أنه جرى دون موافقته هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام نظام عمل قوات الدعم السريع تقول المعلومات إن قوات الدعم السريع تريد الانقضاض على المطار العسكري الأهم للجيش في الشمال لإفشال أي تحرك جوي للجيش وعبر سلاح الطيران إذا وقعت المواجهة منذ مطلع الشهر الجاري بدأ الجيش ببناء سور ومرافق في الأرض المحاذية لمطار المدينة أمر قد يفسر سبب تحرك قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي ومع توارد الأنباء عما تشهده ماروي بدأت القوى السياسية والمدنية تحركات مكوكية لاحتواء الموقف موقف وصف بالخطير ووصل مرحلة ما قبل الطلقة الأولى لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات